بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلاً وسهلاً بكم إخواني وخواتي مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مختارات شرعية والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعاً العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير إخواني وخواتي في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا حول الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة وهذه الأموال أموال محصورة حصر أهل العلم في بعض الأموال بناء على ما جاء في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك أيضاً إجماع الأمة وهذه الأموال نستطيع أن نوجزها في بعض الأموال أولاً الذهب والفضة وقد تكلمنا في حلقة ماضية عما يتعلق في قضية الذهب والفضة أيضاً من المسائل أو من الأموال التي تجي فيها الزكاة وهو وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والمال الثالث وهو وجوب الزكاة في الزروع والثمار وهذا أيضاً من الأموال الزكوية المال الرابع وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي كل ما أعد للربح والتجارة المال الخامس وهو وجوب الزكاة في الركاز والركاز هو دفن الجاهلية يعني ما يجده الإنسان من المعادن التي يرجع تاريخها إلى أيام الجاهلية هذه من المساء التي تكلم عنها العلماء في وجوب الزكاة فيها اختلف العلماء في زكاة نوعين آخرين وهي الزكاة المعادن والزكاة العسل وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها بشيء من التفصيل في حلقات لاحقة إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ما يتعلق في زكاة حلي المرأة أو ذهب المرأة أو الفضة المعدة للاستعمال والتحلي الذهب له حقيقة صفات كثيرة أول هذه الصفات السبائك التي تكون من الذهب أو تكون من الفضة وهذه لا خلاف في وجوب الزكاة فيها لأن هذه ليست من الحلي لكن بشرط أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول وهذه مما تجب الزكاة فيها أهل العلم تكلموا على مسألة زكاة حلي المرأة بمعنى ما تعده المرأة للتحلي والتزين والتجمل وليس لأجل التجارة نستطيع أن نقول أن ذهب المرأة المعدة للاستعمال ينقسم إلى عدة أقسام ما هو الذهب الذي يجب فيه الزكاة حلي المرأة أقصد الذي يجب فيه الزكاة هناك عدة صور تجب الزكاة فيها في حلي المرأة كما ذكر الحنابل رحمه الله تعالى أول هذه الصور وهو إذا كان هذا الذهب معد التجارة وليس معد لللبس يعني مرأة عندها ذهب وتبيع تشتري في هذا الذهب فهذا الذهب تجب فيه الزكاة لأنه معد للتجارة وكل ما أعد للبيع والشراء والتجارة تجب فيه الزكاة بشروط عروض التجارة التي سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها هذا النوع الأول النوع الثاني المرأة التي تجعل الذهب عندها ليس للتجارة وليس لللبس وإنما للتخزين وللدخار بمعنى أن نيتها في هذا الذهب أنها تجعله للمستقبل إذا احتاجت الذهب تبيعه وتنتفع به هذا هو نيتها هذا هو مقصدها لا عندها نية لبس وزينة وتحلي وليس عندها نية اليوم تجارة ففي هذه الحالة نقول هذا الذهب أيضا تجب فيه الزكاة أخذا من قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون للحديث بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني وأخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في زكاة حلي المرأة وأنواعه وقلنا بأن هناك من الصور والأنواع لا تجب فيه الزكاة في حلي المرأة النوع الأول إذا نوت التجارة النوع الثاني إذا نوت الادخار والثالث إذا زاد الحلي عن المعتاد مما تلبسه النساء عادة لو مرأة عندها ذهب نفترض والله عندها مثلا عشر كيلو ذهب هذا لا يتصور أن يكون هذا لأجل التحلي والتزين والتجمل وإنما هذا خرج عن المعتاد إلى الحد الذي تجب فيه الزكاة لأنه بلغ إلى حد الإسراف كما قالوا وإنما هو القدر الذي لا يجب عليها فيه هو إذا كان الذهب في حدود المعتاد فإذا تجاوز المعتاد عرفا واجبت الزكاة في هذا الذهب يبقى النوع الرابع وهو الذهب الذي تعده المرأة للاستعمال تعده المرأة للاستعمال والزينة وهذا الذهب على الصيح من قوال أهل العلم أنه لا تجب فيه الزكاة حتى لو قالت المرأة أنا لا ألبسه إلا في المناسبات أو لا ألبسه إلا بين فترة وأخرى وغالب الأحيان ما يكون من البوس مثلا في اليد أو في الرقبة أو الخاتم أو مثلا الحلق وغير ذلك نقول هذا حتى لو لم تلبسه لكن نيتها اللبس والزينة فإن في هذا الحال نقول هذه المرأة لا تجب عليها الزكاة في هذا الحلي هذا هو الصحيح في هذه المسألة وأدلت ذلك كثيرة الدليل أول أن قاعدة الشريعة في وجوب الزكاة في المال هو ما كان مالا ناميا والذهب في حقيقة الأمر ليس مالا ناميا أيضا قاعدة الشريعة أن كل مال أعد الاستعمال أنه لا تجب فيه الزكاة وهذا معد الاستعمال ما الفرق بين الذهب المعد الاستعمال وبين اللبس المعد الاستعمال والأثاث المعد الاستعمال والسيارة المعدة الاستعمال وغير ذلك كل هذه الأموال يجمعها يجمعها أن الكل حقيقة هي أموال أصحابها يريدون من خلالها الاستعمال ومما يدل على هذا أيضا أن هذا قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه ومنهم أم المؤنين عائشة رضي الله عنها فهي التي تقول ليس في الحلية زكاة وجاء عنها رضي الله عنها أن قالت زكاته عاريته زكاته عاريته بمعنى أن المرأة إذا كان عندها ذهب وتعير لأخواتها المحتاجات لحضور مناسبة نحو ذلك فإن هذا مما لا تجيب فيه الزكاة لأن زكاة عارية فكأن العارية وهذا من باب الإحسان لهذه المرأة المحسنة لا نوجب الزكاة في هذا لأن هذه العارية أخرجت الذهب عن الإجابة الزكاة فيه هذا باختصار ما يتعلق في مسألة حلي المرأة والذهب أو الفضة المعدة للاستعمال فهذا التفصيل بلا شك تفصيل مهم ويتوسط بين القول القائلين بالوجوب وعدم الوجوب فهو لا يجب مطلقا في كل ذهب ولهو أيضا نقول غير واجب في كل ذهب وإنما في بعض الصور واجب وفي بعض الصور هو غير واجب هذا ربما أكثر سؤال يسأل عنه أكثر الناس خاصة النساء سيما في رمضان يكثر السؤال عن قضية الذهب وما يتعلق بها فلذلك أيضا يجب أن نؤكد أيضا قضية اليوم التفاوت في القرامات بين الذهب في أنواع أو عيارات الذهب أيضا هذا يختلف في مسألة وجوب الزكاة فيه فلا نسوي بين قرام 18 وقرام 21 وقرام 24 نحن حينما نقول الذهب نقصد القرام الذهب الخالص وهو عيار 24 وما كان دون ذلك فإنما يزاد فيه بحسب وجود الشوائب الموجودة في هذا الذهب لأن الثمنتعش هو ليس ذهبا خالص وإنما مخلوط وكذلك أيضا يقال في عيار 21 لكن الذهب الخالص هو في عيار 24 فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا فيه وأن ينفعنا بما نقول ونسمع كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعلم الصالح وألقاكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة